السلام عليكم ورحمة الله صرنا بالدرس 52 الأوضاع المختلفة لمستويين طبعا إذا كان عندي مستويين ممكن يكونوا متوازيين وممكن يكونوا متقاطعين طبعا ممكن واحد يقول لي إنه ممكن يكونوا متعامدين تعامد هو حالة خاصة من التقاطع يعني متعامدين يعني إلهم فصل مشترك وكيد حيطلب مننا كتابة الفصل المشترك حتى لو كانوا متعامدين أولا المستويين متوازيين ليكون المستويين مثلا x ناقص y زائد 3z زائد 1 يساوي 0 وعندي مستوي q 2x ناقص 2y زائد 6z زائد 7 يساوي 0 أثبت أنهما متوازيين أولا نوجد ناظم المستوي P هو 1 ناقص 1 3 وناظم المستوي q هو 2 ناقص 2 6 نلاحظ أنه 1 على 2 يساوي ناقص 1 على ناقص 2 ويساوي 3 على 6 إذن الناظمين المستويين المرتبطين خطيا أي متوازيين وبالتالي المستويين P متوازيين إذن إذا كان شعاع الناظمين مرتبطين خطيا كان المستويين متوازيين حالة الثانية المستويين متقاطعين مثلا المستوي P هو ناقص x زائد y زائد z يساوي 3 والمستوي Q 2x ناقص y زائد 2z يساوي الواحد طبعا واضح أنه ناقص 1 على 2 لا يساوي 1 على ناقص 1 وبالتالي هذين المستويين غير متوازيين فهما متقاطعين علينا إيجاد التمثيلات الوسيطية لدي الفصل المشترك لهما إذن أوجد التمثيلات الوسيطية للمستقيم D يلي هو فصلهما المشترك طبعا نقوم بالحل المشترك لجملة المعادلتين هون عندي معادلتين وثلاث مجاهيل فحيطلع عندي عدد غير منتهي من الحلول وهي هي التمثيلات الوسيطية للفصل المشترك هنكتب هالمجموعة غير منتهية من الحلول بدلالة واحد فيهم إما X أو Y أو Z طبعا هون نقوم بجمع المعادلتين بتروح الY مع الناقص Y إذن بتجمع طبعا نحن بنختار الطريقة حسب المعادلتين اللي عاطيني إياهم X ناقص Y زائد Y بتروح Z زائد 2Z هي 3Z يساوي 4 طبعا هون يا أما بنكتب الـ X بدلالة Z يا أما بنكتب الـ Z بدلالة الـ X حاكتب الـ X بدلالة Z لأنه الـ X ما إلها أمثال من هنا الـ X تساوي ناقص 3Z زائد 4 إذن اعتبرنا هون أنه Z هو الوسيط T يبقى علينا حساب الـ Y بنعود إما بالمعادلة الأولى أو الثاني رأعود بمعادلة Q نعود بمعادلة Q 2X أي 2 بنعود 3Z زائد 4 نعود Y زائد 2Z يساوي الـ 1 نعود 6Z زائد 8 نعود Y زائد 2Z يساوي 1 ناقص 4Z ناقص Y يساوي ناقص 7 لأنه 8 وبالتالي Y يساوي ناقص 4Z زائد 7 إذن التمثيلات الوسيطية للفصل المشترك X يساوي ناقص 3T زائد 4 Y يساوي ناقص 4 T زائد 7 والZ هي T والZ هي T إذن لكتابة التمثيلات الوسيطية للفصل المشترك لمستويين نقوم بالحل المشترك لجملة معادلتي هما الآن الأوضاع المختلفة لمستقيم و مستوي لمستقيم لمستقيم ومستوي طبعاً يمكن أن يكون المستقيم قاطع من المستوي ويمكن أن يكون المستقيم يوازي المستوي حالة الأخيرة هي حالة يعني ما كتير مهمة المستقيم المستقيم واقع في المستوي هنأخذ أولاً مثال على المستقيم يقطع المستوي بنقطة المستقيم يقطع المستوي بنقطة ليكون المستقيم إذن تمرين ليكون المستقيم دي أكس يساوي 2 ت ناقص 1 و يساوي ت و ز يساوي 1 ناقص 3 ت والمستوي بي هو أكس ناقص y ز ز يساوي الواحد طبعاً نقوم بتعويض التمثيلات الوسيطية للمستقيم بالمستوي فنحصل على معادلة بالمجهول ت اكس هي 2 ت ناقص 1 الواي هي ت الز هي 1 ناقص 3 ت يساوي الواحد ونبحل المعادلة إذا طلع معي قيمة للمجهول ت كان المستقيم قاطع للمستوي إذا حصلت على معادلة مستحيلة الحل فالمستقيم يوازي المستوي إذا حصلت على مطابقة 0 يساوي 0 فالمستقيم واقع بالمستوي 2 ت ناقص ت هي ت ت ناقص 3 ت هي ناقص 2 ت ناقص 1 زائد 1 يساوي الواحد من هون ت هي ناقص نصف إذا حصلنا على قيمة للت فالمستقيم يقطع المستوي بنقطة طبعا أكيد سيطلب مني إحداثيات نقطة التقاطع i منعود ت بنصف هنا بيطلع ناقص 1 ناقص 1 وناقص 2 y هي ناقص نصف والت هي 1 زائد 3 على 2 إذن i ناقص 2 ناقص نصف 5 على 2 هي عبارة عن إحداثيات نقطة التقاطع الآن مثال على المستقيم يوازي المستوي إذن مثال آخر المستقيم يوازي المستوي لدينا المستوي P 2 X زائد 3 Y ناقص Z يساوي 0 و D X يساوي S زائد 1 Y يساوي 2 S زائد 1 و Z يساوي 8 S ناقص 3 نعود التمثيلات الوسيطية بمعادلة المستوي 2 ضرب S زائد 1 3 2 S زائد 1 ناقص Z يعني ناقص 8 S زائد 3 يساوي 0 2 S زائد 2 6 S زائد 3 8 S زائد 3 يساوي 0 2 S و 6 S 8 S ناقص 8 S بتروح بيدل عندي 8 يساوي 0 مستحيل من هنا نقول أن D يوازي المستوي P ونتابع في الدرس القادم مستحيل 1 2 1 1 1